المثال التالي يوضح كيفية تطبيق مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل في تقويم المخزون السلعي آخر الفترة البيانات التالية خاصة بإحدى الشركات التجارية سعر بيع الوحدة من البضاعة 100 ريال نسبة هامش الربح العادي 20% من سعر البيع هناك مصاريف إضافية متوقعة للبيع عبارة عن 10% من سعر البيع بلغت التكلفة العصلية للوحدة 80 ريال كما بلغت تكلفة الإحلال 75 ريال للوحدة وكما ذكرنا سابقا فإن المقصود بتكلفة الإحلال هو تكلفة شراء بضاعة مماثلة للبضاعة الموجودة بالمخازن أو تكلفة إنتاج بضاعة مماثلة للبضاعة الموجودة بالمخازن وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية عدد وحدات المخزون المتبقية بلغت ألف وحدة المطلوب تحديد الحد الأدنى والأعلى وتقويم المخزون اتنين إجراء قيد التسوية اللاذم ثم بيان الأثر على القوائم المالية الإجابة المطلوب أولا كيفية تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى الحد الأقصى يتم تحديده كما ذكرنا على النحو التالي سعر بيع الوحدة 100 ريال يطرح منه أي مصروفات إضافية متوقعة وهي عبارة عن 10% من سعر البيع 100 في 10% بعشرة بطرحها إذن الناتج 90 ويعبر الرقم 90 عن صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق أي الحد الأقصى للوصول إلى الحد الأدنى يتم حساب هامش الربح العادي وهو عبارة عن 20% من سعر البيع فبضرب 100 في 20% يصبح الناتج 20% بطرح هامش الربح العادي من صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق ينتج صافي القيمة البيعية بعد تخفيضها أي الحد الأدنى ومقداره 70 ريال إذن بناء على ذلك تم تحديد الحد الأقصى بـ 90 ريال الحد الأدنى 70 ريال ومعنى ذلك ينبغي على تكلفة الإحلال أو على سعر السوق ألا يزيد عن الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى وحيث أن سعر السوق هو عبارة عن 75 ريال التي هي تكلفة الإحلال وهي تقع بين الحدين الأدنى والأعلى في هذه الحالة فإن سعر السوق أو تكلفة الإحلال هي تعبر عن سعر السوق تقويم المخزون حيث أن تكلفة المخزون تساوي عبارة عن تكلفة الوحدة في عدد الوحدات مخزون آخر المدة تكلفة الوحدة 80 وعدد وحدات المخزون 1000 إذن المخزون بالتكلفة عبارة عن 80 ألف ريال سعر السوق عبارة عن سعر السوق للوحدة وهو المعبر عنه هنا بتكلفة الإحلال حيث أنها وقعت بين الحد الأقصى والأدنى في عدد وحدات المخزون آخر 75 في ألف بـ 75 ألف ريال وهنا حيث أن سعر السوق أقل من التكلفة الأصلية في هذه الحالة فإنه يجب تكويم المخزون بالأقل وهو 75 ألف ريال وأيضا قيد التسوية اللازم حيث أن سعر السوق أقل من التكلفة بمبلغ 5000 ريال في هذه الحالة يجب تكوين مخصص يسمى بمخصص هبوط أسعار المخزون بالفرق بين التكلفة وقدرها 80 ألف ريال وسعر السوق وقدره 75 ألف ريال وهو الفرق المقدار 5000 ريال ويتم إجراء قيد التسوية الآتي يجعل حساب خصارة هبوط أسعار المخزون مدينا ب5000 ريال وحساب مخصص هبوط أسعار المخزون دائنا ب5000 ريال الأثر على القوائم المالية تحمل قائمة الدخل بخصارة هبوط أسعار المخزون وقدرها 5000 ريال أما بالنسبة لقائمة المركز المالي فيظهر المخزون ضمن الأصول المتدولة بالتكلفة مخفضا به أو مطروحا منه مخصص هبوط أسعار المخزون وقدر 5000 ريال ملحوظة كما ذكرنا مخصص هبوط أسعار المخزون لا يتم تكوينه إلا في حالة واحدة فقط عندما ينخفض سعر السوق عن سعر التكلفة طرق تطبيق أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل يمكن تطبيق أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل وفقا لأحد الطرق التالية لكل عنصر من عناصر المخزون على حدة أو لكل مجموعة من مجموعات المخزون أو لإجمال مجموعة عناصر المخزون ككل ويمكن اتباع أي من الطرق السابقة شريطة السبات على استخدامها من سنة لأخرى وذلك وفقا لمبدأ السبات في اتباع القواعد المحاسبية والمثال التالي يوضح تطبيق الطرق السابقة إذا كان المخزون في إحدى الشركات يتكون من مجموعتين وكل مجموعة تتكون من ثلاث سلع فيمكن تطبيق الطرق الثلاث السابقة على النحو التالي في حالة تطبيق أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل بالنسبة لكل عنصر على حدة فبالنسبة للمجموعة الأولى السلعة ألف كان سعر التكلفة ألف وسعر السوق 700 ريال إذن يؤخذ الأقل وهو 700 ريال ونفس الكلام بالنسبة للسلعباء يؤخذ السعر الأقل وبالنسبة للسلعجيم يؤخذ السعر الأقل حيث يؤخذ السعر الأقل لكل عنصر من عناصر المخزون في المجموعتين عندها يصبح تكلفة المخزون الأقل عبارة عن 8000 ريال أما إذا طبقنا الطريقة الثانية حيث يؤخذ التكلفة أو السوق أيهما أقل بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات المخزون على حدة وحيث أن إجمالي تكلفة المخزون في المجموعة الأولى 3000 ريال بينما إجمالي سعر السوق 2800 يؤخذ الأقل 2800 ويطبق نفس الكلام بالنسبة للمجموعة الثانية حيث أن تكلفة المجموعة الثانية من المخزون خمسة وستمائة وتكلفة أو سعر السوق 5750 يؤخذ الأقل خمسة وستمائة إذن يقوم المخزون طبقا لطريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل وبالنسبة على أساس تكلفة المجموعة ككل 8400 وهو السعر الأقل أما بالنسبة للطريقة الثالثة وهو يؤخذ الأقل بالنسبة لإجمالي المخزون ككل فحيث أن إجمالي التكلفة بالنسبة للمخزون ككل 8600 وإجمالي سعر السوق بالنسبة للمخزون ككل 8500 يؤخذ السعر الأقل وهو 8550 موسيقى ترجمة نانسي قنقر